مساء الورد عليكم يا احلى ورود شونكم ان شاء الله بخير والسلامة طبعا شكرا جزيلا على تواصلكم وعلى دعمكم الي المستمر من خلال تعليقاتكم وتفاعلكم وبمنشوراتي شكرا جزيلا واليوم عدنا فيديو جديد اللي هو طريقة تحويل اكسل الى بي دي اف حسب طلب الاخوة اللي هو طلب انه قال شون اغير ملف الاكسل احوله الى بي دي اف راح اعلمكم يا بدقيقة وحدة تقدر يتحوله بدون اي برنامج بدون اي انترنت تمام خليكم ويايا حتى منطول الشرح نجيسة عدنا هذا المصنف يعني هذا الملف الاكسل افتحه عدنا هذا الجدول اريد احفظه كصيغة اريد استعمله بصيغة بي دي اف اريد استعمله بصيغة بي دي اف شون اسوي الطريقة اروح على كلمة ملف من كلمة ملف اروح طباعة او تردون مباشرة تدخل على الطباعة اش نضغط قلنا كوترول وحرف بي كوترول وحرف بي تطلع لكم واجهة الطباعة زيان اسا عدنا هذا الجدول اللي سويته انا هو مو عامودي هو افقي من اغيره حتى تطلع للصفحة مرتبة اروح هنا على هاي اتجاه عامودي اضغط عليه اسوي افقي صارت عندي بهذا الشكل حتى من احفظها تنحفظ الورقة كاملة بدون اي قطع زيان اذا كان الجدول مالتكم عامودي فتضغط على العامودي تروح اصير بهذا الشكل فاحنا اسا افقي احوله تمام اسا الهنا حلو شون اسا اريد احول هذا الملف الى بي دي اف اروح على هنا هذا مال الطابعة اسم الطابعة اضغط عليه وانزل على شنوه ماكروسوفت برينت تو بي دي اف اوكي اضغط عليه ضغطة واحدة انطي طباعة من انطي طباعة تنفتح عندي هاي الصفحة اش راح اسوي هنانه وين احفظ الملف اريد احفظه مثلا على سطح المكتب عدس اكتوب اضغط وانطي اسم مثلا سهنانه اكتب الاسم الملف قائمة او جدول وانطي كلمة سيف حفظ ننتظره شويه راح يتحول لنا الى بي دي اف اسا هنانه اطلع من هذا الاكسل انزل الشاشة اجي هنانه على الصفحة هذا هي الملف اتحول لي اتحول الى بي دي اف افتح الملف حتى اتأكد من عندنا شغلي صحيح اتحول بي دي اف لو لا اضغط على الملف مارتين وهذا تحول عندي ملف الاكسل الى بي دي اف الطريقة جدا سهلة وان شاء الله استفاديته من عندها هالحد هنا انا راح اوصل الى نهاية الفيديو ان شاء الله كان شرح وافي وسلس وقدرتوا تستفادون من عندها لا تنسون اللايك والتعليق والحركة الاكسل بلاور شكرا للمتابعة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة